في قطع الاتصالاتين ستتم مباشرة تشغال سيانة الكابل البحري SMW4 الرابط بين الإسكندرية مصر وباليرمو بيطاليا يوم غد الأربعاء مع احتمال تسجيل بعض الاضطرابات على مستوى شبكة الانترنت ابتداء من الساعة 11 صباحا وستستغرق هذه الاشغال غير المبرمجة بين 15 دقيقة و3 ساعات خلال هذه الفترة التي قد تشهد بعض الاضطرابات أن سيتم تخصيص الشريط العابر الدولي على سبيل الأولوية لمتعاملية الهاتف المحمول الثلاث إضافة إلى متعاملية القطاع الاقتصادي في حين أنه سيتم تخصيص السعة المتوفرة على مستوى كل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينا لمختلف الزبائن حسب بيان صدر عن اتصالات الجزائر